مرحبا بكم في قناة غاردينيا قناة غاردينيا تهتم بالزراعة وتحتوي على العديد من الفيديوهات التي تقدم معلومات عن نباتات الزينة الداخلية والخارجية والنباتات المزهرة وطرق اكثارها ان رغبت بمشاهدة كل جديد تقدمه القناة اشترك معنا ولا تنسى تفعيل الجرس نبتة الازالية من النباتات كثيفة الازهار حيث انها تنتج كتلا من الالوان الزاهية وكذلك تتميز باوراقها الجذابة يمكن زراعة نباتات الازالية في ارض الحديقة وكذلك هي نبتة مناسبة تماما لزراعتها في الاصص هناك انواع من الازالية دائمة الخضرة وانواع اخرى متساقطة الاوراق سنتحدث اليوم عن رعاية الازالية المزرعة في الاصص نباتات الازالية نباتات محبة للتربة الحامضية لذلك فزراعة الازالية في الاصص تمكننا من التحكم بنوعية التربة المناسبة لنموها بشكل سليم يمكن شراء التربة المخصصة الجاهزة للنباتات المحبة للحموضة مثل الازالية والقاردينيا او يمكن تحضير تلك التربة في المنزل بخليط من البيتموس والكمبوست بنسب متساوية وافضل التربة على الاطلاق هي البيتموس المخلوط مع الكمبوست واجزاء لحاء السنوبر بنسب متساوية يجب الانتباه الى وجود ثقوب تصريف كافية في اسفل الاصيس لان نباتات الازالية تتعفن جذورها في الاوعية والتربة ذات التصريف السيء اذا رغبت بنقل الازالية الى وعاء اكبر عند شرائها يجب الانتباه الى زراعتها بنفس العمق الذي كانت مزروعة فيه في الاصص القديمة لان زراعتها لعمق كبير قد يسبب تعفنها من الاعلى بعد نقلها الى الاصيس الجديد تروى فورا بشكل جيد ويفضل تغطية سطح التربة بطبقة رقيقة من الكمبوست ان وجد وذلك للحفاظ على رطوبة التربة حول الجذور وكذلك درجة الحرارة تزدهر الازالية عند زراعتها في مكان يتلقى اشعة الشمس الخفيفة صباحا ومحمي في الظل خلال فترة الظهيرة ويمكن وضعها في مكان ينفذ اشعة الشمس الصباحية المرشحة وهو الافضل على الاطلاق نباتات الازالية لا تبلي جيدا في الظل التام او تحت اشعة الشمس المباشرة القوية او في المناطق التي تزيد درجة حرارتها عن 29 درجة مئوية في المناطق الباردة خلال الشتاء يمكن ادخال اصيص نباتات او نبات الازالية الى الداخل لحمايتها من السقيع تروى نباتات الازالية عند ملاحظة جفاف سطح التربة وخلال الصيف يجب تفقدها يوميا لان التربة تجف بشكل اسرع تسمد نباتات الازالية كل شهر مرة واحدة خلال فصل النمو والنشط من الربيع وحتى اخر فصل الصيف ويفضل استخدام الاسمدة المخصصة للنباتات المحبة للتربة الحامضية ويمكن استخدام الاسمدة بطيئة التحلل مرتين خلال موسم النمو لتحفيز ظهور ازهار جديدة يتم التخلص من الازهار القديمة التالفة اولا باول وكذلك للحفاظ على جمال النبتة وحيويتها تقلم نباتات الازالية فور انتهاء موسم الازهار عند ملاحظة ان نموها اصبح بشكل غير مرتب او لابقائها بحجم معين او شكل ترغب بالحصول عليه ولا تنتظر طويلا بعد انتهاء فترة الازهار لتقلمها لان تقليمها في وقت قريب من وقت الازهار سيقلل من عدد الازهار التي ستتفتح خلال ذلك الموسم